في الدرس اليوم سوف نتحدث عن سيشن في لغة جوفا سكريب سيشن معناه بالعربي جلسة يتم استخدام سيشن للتخزين البيانات في ذاكرة تخزين موقعها في المتصفح قبل أن نبدأ الدرس إذا كنت ما زلت لست مشاركا في قناتنا قم بدغط على زر اشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى اعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل دروس للتعلم البرمجة مجانا لنبدأ الدرس الفرق بين سيشن أو الروكل سوريش عندما تقوم باستخدام سيشن سوف يتم حزف البيانات المخزنة عندما يقوم متستخدم بإغلاق المتصفح وبالنسبة لوكل سوريش البيانات سوف يتم حزفها عندما يقوم مستخدم بحازف المتصفح او عندما يقوم بحازف البيانات بنفسه هذا هو الفرق بين الثانيين هناك من الجlair الذي شرحنا لكي يكون يشرح لديهم بالشكل أفضل قمت بكتاب لكم الشرح باللغة العربية التي يكون الدرس اليوم مواثب بشكل أفضل سوف تجد رابط تحميل الملف في الوصف الفيديو إن كنت قد تشاهد الدرس الذي تحدثنا عن كيفية تخزين البيانات ضمن Local Storage سوف تجد إن Station Storage أيضا يتم استخدام بنفس الطريقة لتخزين البيانات والحصول على البيانات والحزف البيانات فقط الفرق بحيث عندما تقوم باستخدام Local Storage تقوم بكتابة الامر Local بالشكل تهي Local Storage وعندما تقوم باستخدام Session تقوم بكتابة Session بدل Local يتم استخدام الامر Session Storage للوصول إلى زاكرة تخزين مواقعة في المتصفح ومن خلال الميتو Set Item يمكنك أن تقوم بالتخزين البيانات في زاكرة تخزين المواقعة في المتصفح يجب عليك أن تقوم بإنشاء اسم مفتاح للتخزين البيانات ضمنها بعدما تقوم بإنشاء اسم مفتاح قم بوضع فاصلة ومن ثم قم بالتحديد البيانات التي استرغى بالتخزينها ضمن زاكرة لسم المفتاح وإن كنت ترغب باسترداد البيانات في المخزن ضمن Session يمكنك أن تقوم باستخدام الميتود التالي Get Item وضمن هذه الأقوات سأقوم بالتحديد المفتاح الذي استرغى باسترداد البيانات منها وإن كنت ترغب بحصف بيانات من زاكرة تخزين مواقعة Session كل ما عليك أن تقوم باستخدام الميتود Remove Item طبعا حرف E كبير الأحرف الصغيرة والكفيرة في JavaScript حساسة جدا وإن كنت ترغب بحصف جميع البيانات المخزنة ضمن زاكرة تخزين مواقعة Session كل ما عليك أن تقوم باستخدام الميتود التالي لكي يكون الدرس اليوم مواضح بالنسبة لنا لنأخذ مثلا لنأخذ أرغب أن نقوم بتخزين البيانات مباشرة ضمن زاكرة تخزين مواقعة في متصفح Session طبعا حرف S كبير ثم نقوم بوضع النقطة ثم نقوم بتحديد الميتود Set Item لتخزين البيانات في البداية نقوم بإنشاء اسم مفتاح لنأخذ أرغب أريد أن نكون الرسم المفتاح على صفح مثال Name بعدما تقوم بتحديد الرسم المفتاح نقوم بوضع فاصلة نقوم بتحديد القيمة التي ترغب بتخزينها ضمن هذا المفتاح لنأخذ أرغب أن نقوم بتخزين القيمة الثالية نقوم بتحديد نفسك أي بيانات ترغب بتخزينها لإنشاء ذلك تم بالفعل بتخزين البيانات ضمن زاكرة تخزين مواقعة Session يمكنكم معرفة زلك من خلال Google Chrome عبر تشغيل وضع متطورين ثم اختيار Application ومن هنا تقوم بتحديد Session Storage مثل ما تشاهد تم تخزين البيانات بالنجاح قم بتحديد نفسك متى ترغب بتخزين البيانات أنا قمت بتخزين مباشرة ولكن تتمكن من حصول على البيانات بكل سهولة يمكنك ذلك على سبيل المساء أرغب أن نقوم بها عرض البيانات من خلال العصر Alert كل ما عليك أن تقوم بتحديد زاكرة Session ثم نقطة ثم تقوم بتحديد Get Item ثم تقوم بإنشاء ذلك خاص ثم لمن اقتباس النصي تقوم بتحديد الاسم المفتاح الذي سترغب باسترداد القيمة منها في المساء الحالي أرغب على سبيل المساء باسترداد القيمة المخزن ضمن المفتاح التالي بهذه السهولة يمكنك أن تقوم باسترداد البيانات من زاكرة تخزين مواقعة Session حسنا متشاهد قام بالفعل بعرض من خلال العصر على البيانات التي طلبنا بإنشاء معرضها حسنا لنفترض لدينا الزر ضمن موقعنا على سبيل المساء سوف يسميها حزف بيانات ضمن المفتاح سوف أقوم بضغط لها على سبيل المساء سوف يسميها Remove Item أرغب على سبيل المساء عندما يتم نقر على الزر التالي بأن يتم تنفيذ الأمر التالي ويقوم بحزف المفتاح الذي نقوم بتحديده من زاكرة تخزين مواقعة في المتصفح أنا فقط أعطيكم مثال وأفكار لنقوم بتحديد الزر ونقوم بتزويده بعض Event listener أرغب على سبيل المساء عندما يتم نقر على العنصر بالتنفيذ الأمر الذي يقوم بتحديده أنا أرغب على سبيل المساء عندما يتم نقر على العنصر الذي قمت بتحديده بأن يتم حزف من زاكرة تخزين المواقعة المفتاح الذي يقوم بتحديده مثل ما تشاهد قام بحزفها قم بتحديده بنفسك متى ترغب بحزف البيانات أنا فقط أعطيكم مثال وبالنسبة للأمر التالي سوف يقوم بحزف جميع البيانات المخزن ضمن زاكرة تخزين مواقعة السيشن استوريج لنفترض أرغب تخزين مزيد من البيانات دمنا السيشن أرسمي مثال هذه المرة المفتاح سوف أسمي قم بتحديد بنفسك الاسم مفتاح وقم بتحديد بنفسك البيانات التي ترغب ترغب بتخزين البيانات التالية قم بتحديد أيضا بنفسك متى ترغب بتخزين البيانات في الوقت الحالي أنا مباشر تقم بتخزين البيانات مثل ما تشاهد تم تخزين البيانات لنفترض أرغب عندما نقرأ على العنصر الذي قمت بتحديدها بأنه تم حزف جميع البيانات إذن في تلك الحالة يمكنك أن تقوم باستخدام سيشن ستوريش دوت كلير مثل ما تشاهد قام بحزف جميع البيانات ولتحديد البيانات قم باستخدام الميتوز سيت ايتم وقم بتحديد نفس الكي وقم بتحديد قيمة مختلفة هذا كان درسنا اليوم أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم الشيء جديد وإن كنا لديك سوار بخصوص درس اليوم قم بوضع في التعليقات إلى اللقاء